المشي إلى المسجد دعنا نفترض أن المسجد يبعد عن بيتك ثلاثة دقائق مشيا وأنك تستغرق ستة دقائق ذهابا وإيابا للصلاة أن تصلي الخمس صلوات في المسجد هذا يعني أنك تستغرق كل يوم ثلاثين دقيقة مشيا إلى ومن المسجد دعنا نكتشف أتار الثلاثون دقيقة من المشي ليومي على حياتك الخمول وفقدان الحس والتوتر شعور جسدي عندما يتغير وضع جسدك بالحركة أو المشي تتغير الكيمياء الحيوية لجسد فقد أشارت الأبحاث العلمية أن عملية الاستنشاق والزفير التي يمارس الشخص خلال المشي تساهم إلى حد كبير في الاسترخاء وتهدئة الآصاب والتخفيف من الضغط النفسي يمكن من المشي الاعتيادي أن يساعد في التخلص من الكوليستيرول الغيس رحي في الجسم ويزيد من نسبة الكوليستيرول الصحي الذي يحتاجه الجسم وهذا بدوره يساعد في الحفاظ على الوزن الصحي ويدعم الجسم باللياقة اللازمة ويمكن أن يساعد في تحسين المزاج أيضا المشي يساهم في تعزيز فيتامين D في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعيد الدموية المشي يعمل على تحريك العضلات الكبرى في الجسم كعضلات الفخدين وعثار الركبة فضل عن عضلات الساق والقدمين وإن تحريك هذه العضلات يساعد في توزيع الدم في الجسم بشكل أفضل ويحسن من نظام تزويد الأكسجين ويزيد من قدرة القلب والشرايين على التحمل ويحافظ على صحة العظام ويحد من السمنة ويقلل فرص الإصابة بمرض السكرين حفاظك على المشي 30 دقيقة يوميا موزعة على الثروات الخمس له أثر بالغ في الحفاظ على صحتك على المدى البعيد كما أنه مصدر متجدد للطاقة على مدار اليوم فالمشي يبدد الخمول والتوتر والكسل فعندما تشعر بالكسل لأذاء الصلاة فلا تظن أن بقاءك في حالة لا شيء سوف يبدد هذا الشعور ولكن قيامك وذهبك إلى المسجد مشي هو الحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر